واحد اثنان ثلاثة اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة ما اجمل النشاط صحيح سيصل الان الطعام نحن جاهزات لعملية الهضم رائع لقد وصلنا إلى الأمعاء أخيرا وصلنا هذا هو المكان الذي حدثتكما عنه ما هذا إنها جراثيم أجل إنها جراثيم لابد أن هذا الطفل قد تناول طعاما ملوثا أو أكل دون أن يغسل يديه ما العمل الآن؟ ماذا سيحل به؟ أيتها الجراثيم النشيطة أحسنتن أحسنتن لقد نجحتن في عبور حموضة المعدة ووصلتن بسلام شكرا لكم على هذه الجهود وهذا النشاط هذا هو العالم الذي نحلم به هنا سنتكاثر ونبني عالمنا كما نشاء وهذا الطعام المفكك الجاهز للهضم سيوفر لنا بيئة مناسبة للتكاثر كما سيكون غذاء لذيذ لنا لتأخذنا الآن قسطا من الراحة استعدادا لبدء العمل هيا انصراف يا إلهي إنني خائفة منظرونا مخيف ماذا سيحل بهذا الطفل معك حق الوضع لن يكون بخيرا إذا بقيت هذه الجراثيم صباح الخير صباح الهمة والنشاط صباح السعادة والفرح صباح الخير والعمل هيا هيا أنت هناك استيقظي هيا يا عزيزتي لدينا عمل طويل ومهمات كثيرة هيا آن لنا أن نتكاثر ونبدأ ببناء مساكننا الجديدة هيا يا لسعادتي حقا هذا مكان رائع بل إنه أفضل مكان للاستقرار صحيح ما تقولينه صحيح ما تقولينه فأمعاء هذا الطفل أفضل لنا من التجوال من مكان إلى آخر بين قوائم الذباب وفي سلات المهملات وفي التراب والأماكن المليئة بالأوساخ والقمامة أيتها الجراثيم الفرقة ألف ستتجه إلى هذا المكان من الأمعاء وتبني مسكنا متماسكا والفرقة باء ستتجه إلى هذا المكان وهنا ستلتقي بالفرقة جيم وتتعاون معها على بناء مسكن كبير يشمل الناحية الملتفة من هذا المكان أما الفرقة دال فستكون مسؤولة عن بناء مسكن لنا هنا ولكن هناك أمر هام فعمليات البناء لن تكون ممكنة بهذه الأعداد القليلة لذا علينا وخلال مدة وجيزة أن نتكاثر مفهوم؟ مفهوم ولقد أعددت لكنا مفاجأة مفاجأة؟ هيا 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 رجعا أخبرنا رجعا أخبرنا حسنا واحد اثنان ثلاثة واو رائع ما أجملها ما أجملها ما أجملها هذه صورة حقيقية وليست خيالية إنها صورة العالم الذي سنعيش فيه إن نفذتن التعليمات وتقيتن بخطة العمل فهل أنتن جاهزات؟ أجل 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 نحن جاهزات ماتي إنهن جاهزات سيبدأنا ببناء المساكن يجب أن نبعل شيئا آه صحيح ولكن ربما استطاع غشاء الأمعاء المخاطي فعل شيئ ما أمبري أعدادنا تتزايد أمبري صحيح عملية التكاثر تتم على أفضل وجه على هذا سنتمكن من بناء مساكننا وفق المخطط تماما صحيح إنني مستعدة للعمل طول النهار وأنا كذلك هيا بنا لنبدأ العمل هيا ترجمة نانسي قنقر 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 إنها فضلات الطعام وتسمى البراز يبدو أن عملية الهضم قد انتهت وهذه الفضلات الناتجة سيتم طرحها إلى خارج الجسم عما قريب هذه مفرزات غشاء الأمعاء المخاطي يبدو أنه يفعل ذلك بسبب وجودنا إنني متعبة وأنا كذلك لقد تنقصت قدرتنا على امتصاص الماء وعلى هذه الحال فالماء سيجعل البراز سائلا صحيح وهذا يعني أن الطفل سيصاب بالإسهال كما توقعت تماما أصيب الطفل بالإسهال أجل الوضع سيء للغاية وخاصة إذا استمرت حالة الإسهال وطالت مدتها وماذا يمكن أن يحدث؟ للإسهال أضرار عديدة فهو يجعل جسم الطفل يفقد السوائل والأملاح وإذا طالت مدته يمكن أن يؤدي إلى الجفاف وفي بعض الأحيان قد يسبب الموت ماذا؟ الموت؟ ما العمل إذن؟ الحل الوحيد هو أن يتوقف الإسهال ويتم القضاء على هذه الجراثيم وكيف يكون ذلك؟ أول الأمر على الطفل أن يتبع نظام حمية مدة 24 ساعة أي مدة يوم كامل فلا يأكل ما يشاء بل يتناول طعاما مخصوصا كالرز المسلوق والمعكرونة والبطاطا المسلوقة والجزر المسلوق وأهم ما في الأمر أن يعوض جسمه السوائل الكثيرة التي فقدها وذلك بشرب كميات كبيرة من الماء رائع عظيم علينا أن نضاعف عددنا ونتكاثر يا إلهي بالرغم من الحمية التي قام بها الطفل إلا أن الوضع ما زال سيئا للغاية حالة الإسهال لا تزال مستمرة والجراثيم تتزايد وتتكاثر ما العمل؟ لابد أن نعلم جيش الدفاع عن الجسم جيش الدفاع؟ أجل إنها قريات الدم البيضاء الحمد لله ها قد وصل جيش الدفاع الحمد لله نداء عاجل إلى كريات الدم البيضاء إلى كريات الدم البيضاء لتتجمعنا بسرعة هيا هيا نعم سيدتي ماذا جرى؟ لقد وصلتنا الآن رسالة من الخلايا المعوية تعلمنا فيها أن جراثيم خطيرة دخلت إلى جسم الطفل وهي الآن في أمعائه وقد سببت له إسهالا وعلينا محاربتها في أسرع وقت فلنتجهز جميعا لمحاربة هذه الجراثيم هيا هيا الحمد لله ها قد وصل جيش الدفاع الحمد لله أرجو أن تتمكن كريات الدم البيضاء هذه من القضاء على كل الجراثيم أعتقد أنها ستستطيع ألا ترين أعدادها الكبيرة؟ أجل أعدادها كبيرة وهذا سيسبب للطفل ارتفاعا في درجة الحرارة ماذا؟ ارتفاع في درجة الحرارة؟ ارتفاع الحرارة هذا سيجعل الطبيب يتأكد من وجود التهاب في الأمعاء وعندها سيغطي الطفل الدواء المناسبة المضادة لهذه الجراثيم وهذا الدواء سيكون مبيدا قويا لها إن شاء الله كريات الدم البيضاء استعداد هجوم ارتفاع الحرارة ارتفاع الحرارة قطعة لا 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 قطعة قطعت هالجراثيم قطعة رائع عظيم هذا دواء مضاد للجراثيم سيقضي على الجراثيم كلها بالتأكيد لا إنه سم خطير لتهربنا جميعا قضي علينا قضي علينا الحمد لله لقد تمت إبادة هذه الجراثيم الخبيثة الحمد لله أجل فالحمية وجيش الدفاع من الكريات البيضاء بالإضافة إلى الدواء الذي وصفه الطبيب كل ذلك كان له فائدة كبيرة الحمد لله هل تعلمين أن قطعة الحلوى الملوثة التي تناولها الطفل كانت لذيذة جدا ماذا؟ لذيذة جدا؟ وهل تعلمين أنها كانت لذيذة أكثر لو كانت نظيفة وغير معرضة للذباب والجراثيم؟ ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا